ترجمة نانسي قنقر على مواردها المالية مقابل ازدياد التزاماتها تجاه المؤمن عليهم في هذا الصدد برزت قصص نجاح نحو شراكات بين القطاع العام والخاص في اماكن عديدة من العالم واكدت ان المعاشات التقعودية تتطلب وجود مساهمة دعائم متعددة بين الحكومة والشركات والمؤسسات والافراد معا لتكون اكثر استدامة وعلى غيرار ذلك يأتي مؤتمر الشرق الاوسط وشمال افريقيا الثاني للتقعود نحو خطة تقعودية مستقبلية موضوع الحق المعقد لان معدل العمر في العالم يزيد في المنطقة عموما وبذلك معنات ان الواحد يتم في التقعود مرة طويلة التقعود عن سن الستين اصبح نسبيا مبكر في كثير من العالم نتأخره سن التقعود الى 65-67 والحقيقة ان موضوع التقعود موضوع التأمين التقاعدي يحتاج الى تغيير شامل وجذري في العالم كله ان التحديات المتعلقة بالمعاشات التقعودية هي مسألة الاستثمار على المدى الطويل وهو امر بالغ الاهمية بالنسبة للمستثمرين من المؤسسات والافراد على السواء لذا اكد المؤتمر على الدور الهام الذي يجب ان تطلع به الشركات والمؤسسات تجاه الموظفين وحصولهم على مستقبل تقعودي امن الى جانب المسئولية التي يتحملها الافراد انفسهم تجاه امنهم التقعودي كي نكمل منظوم التقاعد يجب ان نتكلم عن بيئة العمل بيئة العمل فيها انتاج وفيها ربحية وفيها مصاريف فنحن نتكلم عن كيف ان اصحاب الاعمال والشركات الكبرى كيف يحفزون الانتاجية عن طريق الاهتمام بالموظفين ومازاياهم الوظيفية وخطط التقاعد اليهم وكيف ان هذه المؤسسات تبدي التزامها لمستقبل الموظفين ومستقبل الموظفين لا شك ان التقاعد هو اهم مستقبل الذي ينتظر كل انسان عامل مهما كان هو مدير عام او موظف بسيط او مدير متوسط يجمع المؤتمر ممثلين عن صناديق التقاعد الحكومية والمؤسسات المالية في المنطقة فضلا عن مديري الاصول العالمية وشركات تزويد وادارة المعاشات التقاعدية لتتسنى للجميع المساهمة في دراسة شاملة للتحديات الحالية وبلورة الحلول القابلة للتطبيق على شعار تعزيز استدامة المعاشات التقاعدية بالشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص واهمية الاستثمار المدى الطويل لصناديق التقاعد كان هذا ابرز ما اكد عليه مؤتمر الشرق الاوسط وشمال افريقيا الثاني للتقاعد ليرسم خطة مستقبلية للتقاعد وحاجته للمنطقة ايمان شرف لمركز الاخبار تلفزيون البحرين